وفي مدينة بيت لحم شارك سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم حفل افتتاح استاد بليد دولي في الخضر ولد وصول سموه إلى بيت لحم كان في استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية والسفير الأردني لدى فلسطين عصام لبدور ووزيرة السياحة والأثار رولا معيعة ورئيس الاتحاد الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب وعدد من الشخصيات الرياضية الفلسطينية والعربية وخلال زيارته إلى الأرض المقدسة توجه سموه إلى كنيسة المهد وسط عصف موسيقى قدمته الفرق الكشفية في المدينة ولد وصوله إلى ساحة المهد كان في استقباله سيادة المتروكوليد فينيدكتوس الوكيل البطرياركي في بيت لحم ورئيس البلدية حنى حنانية وعدد من الشخصيات الدينية والاعتبارية وتجول سموه في أرجاء الكنيسة واستمع إلى شرح مفصل عن تاريخها وعن أهميتها الدينية على مستوى العالم